أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامعة الشيخ عمر بن حبريس العلي قراراً قضى بتشكيل لجنة حضرية لإحياء يوم حضرموت الوطني الذكر العاشر للانطلاق الهب الحضرمية وجاء في القرار أنه لما يحظى به يوم العشرين من ديسمبر من كل عام في قلوب الحضار من أهمية بالغة بما تحقق من مكتسبات عظيمة والدفع نحو مستقبل أفضل من المنجزات قرر تشكيل لجنة حضرية لإحياء الاحتفالات بيوم حضرموت الوطني بمناسبة الذكر العاشر لانطلاق الهبة الحضرمية الشعبية برياسة القاضي أكرم نصيب العامري